أحلى سنية بطاطس وأسهل سنية بطاطس وأطعم سنية بطاطس أول لها العظيم طعمها بجد يجنن لو تسمعي صوت الأرماشة وأنا بقطع حتة الفرخة زي كده صوتها جامد جدا ولا طعم البطاطس حاجة جمدة جدا بعمل لها تكاية بسيطة جدا بتدي طعم للفراخ زي العسل بيبقى طعمها زي البطاطس بالزبط كله بيدي طعم مع بعضين ولا البطاطس طعم ولا الفراخ طعم قبل ما نبدأ أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتنسوش بقى اللايك والاشتراك والمتابعات واشايروا على قد ما تقدروا تعالى واللقعة من ناين جبنا فراخ حلوة كده وتبناها ببصلية تفهميها وتحط عليها شوية فلفل اسود وعصرة لمون وشوية ملح وتتبلي الفراخ كده من تحت الجلد كويس جدا وتسيبها لمدة ساعة طبعا بعد ما تحط لها البصل والتوابر الحلوة دي تسيبها لمدة ساعة ونفشر بصلية تاني وانجهزها تمام بعد ما سبناها لمدة ساعة في التلاجة هنقطع بقى كل البطاطس الحلوة ده واللي هو كبير اول هو صغير حجمه متوسط وهن نضرب معانا طماطم في الخلاط هنحتاجها دلوقتي وهنبشر بصلية زي ما انتم شايفينها كده والبصلية دي عليها فلفل اسود وشوية ملح ودحكاها كده مع بعضها بتدي طعم جامد جدا الخطوة البصل دي مهمة ومعانا فلفل بارد وفلفل حامي ومعانا فلفل اسود ومعانا توم ومعانا سبع بغارات وورقة لورقة يعني ورقة ورقتين زي ما انت عايزها هنضيف هنا الملح والفلفل الاسود وهندعك كده للايه وهنضيف برضو السبع بغارات عليهم بس كده هندعكهم بقى ضحكة حلوة الاول بعد كده هنضيف التوم وهنضيف البصل وهنضيف الفلفل زي ما هتشوفوا كده وهنضيف التوم بس البصراية زي ما قلت لكم اللي انا هعمل تدعكيها الاول دي يعني تحط لها شوية ملح وشوية فلفل اسود هنضيف الفلفل البارد والفلفل الحامي بس الفلفل الحامي كان عاطيها طعم تحفة جدا بص بقى هاولك برضو على التكاية ازاي برضو الفرخ طعمها جميل جدا في الحركة دي يا جماعة وانا بعمل الصينية كنت مولى على الفرن تمام؟ تولى الفرن على اكبر درجة حرارة عشان الفرن معاك كل ما يسخن يديك طعم كويس جدا للفرخ وما تحطهش الاول على البتجاز من فوق تاخد غلوتين لأ لأ سيبك من الكلام ده هتولع فرن كويس جدا وتروح حط صنيتك وياردت حطها على الرف التحتنا خالص منه اللي استغل فرن على طول ما تحطش الشبكة في النص شبكة في النص بقى ايه لو عايزة تديها وش بس هي على فكرة خدت الوش معايا من غير مفتح الشوائي من فوق على فكرة تمام؟ دلوقتي بعد كده حطيت نص شوية من الطماطم اللي انا ضربتهم ورصيت الفراخ كده بعد كده هضيف عليهم بقية الطماطم من على الوش هتديك طعم تحفة جدا وهنضيف بقى كطعة زبدة بلدي وهندلحة كده وندلحها ونحط لها شوية الفل اسود من فوق هنتخلىها بنت ناس هنخلىها صنية فراخ ما يقولوش بصوا رحتها جامدة وطعمها قصما بالله جامدة جدا هتدعيلي فيها هي سهلة بصوا مش مش صعبة جدا للبنات المبتدات للعريس الجداد سهلة بصي اكلة سهلة جدا وبالنسبة انا عملتش جنبها والعرز ولا مقارونة ولا الكلام ده انا قلت بقى خلاص نقولها كده بالعشم ونحس في طعم الفراخ هي بقى الخطوة اللي يقولك علىها دي بعد الفراخ ما تاخد نص ساعة في الفرن او مثلا اتغلق الكده مع بعضيها تطلعيها شوية من الفرن وتاخدي من الصلصة اللي معها البطاطس وترشي على الفراخ دي بتدي طعم قصما بالله رهيب جربيها وعلى ضمنتي ايوة ترشي كده بالمعلاء على الفراخ كلها من الصلصة بتاع الصينية بصي بتدي طعم للفراخ جامد جدا الصلصة دي بتشربها بقى الفراخ من فوق والفراخ طعمها بيبقى جامد جدا بجد جربي الخطوة دي ومنها هتديك كلام عن الفراخ وهتديك طعم حلو جدا وهتديك ارماشة للجلد بصي طعمها رهيب من الخطوة دي بصوا طعمها بجد على ضمنتي ودي كانت بعدما الفراخ ما طلعت في الفرن زي ما تشايفين كده هي اخدت الوش مع نفسها ما ولحتش الوش عليها طبعا هي قعدت ساعة واقل من ساعة يعني ساعة ساعة لربع كده على حسب البتاجاز بتاعك وتخلي النار عليها ما تطيش النار خالص بص الفراخ كانت تعامنا زي كانت ما شاء الله والله البطاطس كانت مستوية زي الزبدة وكان طعمها جامل جدا والله يا جماعة بصوا كان ما شاء الله طعمها حلو جدا ودي كانت اكلتنا اليوم حطت بقى كل واحد منابو كده في طبع وحطتين بطاطس وقد طعمنا سلطة زي ما قالت لكم ما نعملتش رز ولا مكارونا دي كانت اكلة سهلة جدا وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسيش اللايك والاشتراك اشتركوا في القناة